بدأت منافذ وزارة الداخلية أو عفواً التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التاموني عن شهر أكتوبر متضمنة الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التامونية والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية مئات المنافذ التامونية بدأت في صرف السلع الغذائية والتمونية لشهر أكتوبر بالمنحة الاستثنائية الجديدة للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التامونية والتي أقارها الرئيس عبدالفتاح السيسي تخفيفا عن المواطنين بالنسبة للزيادة الاستثنائية المية جنيه للأسرة ومتين جنيه للأسرتين والثلاثة البطالة فيها أسرتين والثلاثة وثلاثمية جنيه أكثر من ثلاثة أسرة جميع السلع متوفرة نحن دلوقتي في المغزن موجودين وانت شاهد حضرتك المغزن مكدس بالسلع بالإضافة إلى هناك أرصدة متواجدة من السلع السرطيجية في المغزن الرئاسية الزيادة المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبق لبرنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس السيسي للأسر الأكثر احتياجا مستمرة لمدة ستة أشهر وقد ضمت السلع التامونية لشهر أكتوبر 30 سلع غدائية واستهلاكية ومنظفات وحلوة بعد أن كانت تضم 29 سلع فقط المنحة بالضافة للتامين اللي هو الدعم الأساسي اللي هو التامين الفرد ليه 50 جنيه والأربعة فرد ليه 20 جنيه بالإضافة للفرق العيش فالمية جنيه دي بقت مكملة للدعم بس دي ما بتدخش بها ولا زيت ولا سكر لكن الدعم بيبقى ليه زيت والسكر ورز والمقارونة وهكذا يعني 30 سلعة متوفرة في جميع فروع الشركة المصرية 700 فرع جملة وملحة متوفر فيهم كافة 30 سلعة على مستوى الشركة بجودة عالية شركات زو اسم التجاري على مستوى جمهورية مصر العربية ولو حبينا إن كانوا على جودة السلعة دي درجة أولى من كل الأصناف درجة أولى بنزل أسعارها الأسعار اللي موجودة في التومين بتطبق على منتجات التومين فيه حاجات تانية منتجات تانية حرة وعلى حسب الرغبة في أن أنا بستكمل الحاجة اللي أنا محتاجة في الشهر على الحاجات الحرة برضو أسعارها معتدلة عن الأماكن التانية الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التمونية البالغ عددهم 36 مليون مواطن مقيدين على نحو 9 ملايين بطاقة بقيمة 5.5 مليار جني وذلك من إجمالي المستفيدين من الدعم السلعي البالغ عددهم 64 مليون مواطن ومقيدين على 23 مليون بطاقة وإلى ذلك تتوصل الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين أحمد الحسيني التلفزيون المصري